موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم باقي من ضيافتي على قناتكم أربعة أيام ثلاثين عاما في هذه المهنة ولكن في الأيام القلائلة التي كنت فيها هنا رأيت ما لم أره من قبل امتقدت بعض المواقف من بعض العاملين في هذه القناة ولكن امتقادي لهم عن غضب وعدم اتفاق معهم ولكني لم أحتقرهم بالعكس احترمت بعضهم لأنه كان واضحا منذ البداية تختلف معه نعم ولكن لا تحتقر مواقفهم وجدت بعض الأشياء التي لم أرها في حياتي أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عرف المؤمنين بثلاث آيات والكافرين بآياتين واختص للمنافقين ثلاثة عشر آية لماذا؟ لأن المنافق والمنبطح والمتلون يجب فتحه يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وعرض عن الجاهلين الإعراض عن الجاهلين ضرورة فتحهم واجب والإشارة إليهم واجب أشياء غريبة جدا تقول العرب رمتني بدايها وانسلت الترجمة العامية بتاعت المسل مش حلوة مش حلوة أبدا نجد بعض الأناس يختارون حتى في انبطاحهم لا يختارون الوقت الصحيح حتى في انبطاحهم غير مدربين البعض عصامي في النفاق بدأ النفاق منذ الصغر الجميع يعلم مدى نفاقه وتلونه إلا هو كالزوج آخر من يعلم ولكنني أذكر من يتفكر أو من يتذكر أنه هو الأسكر اعلم يا هذا اعلم يا هذا أنك بالفعل الجميع يعلم رحمة الله بك أن الخطايا لا تفوح فإذا المصطور منك بين ثوبيك فضوح إن كان هناك سترا منذ أن جئت إلى هنا وأردت أن يكون إعلاما كما تعلمنا وأن يكون الجدال وأن يكون النقد باحترام ولكن أن تجد بعضهم يعني يتلزز بهذا الكم من الدونية فلن يكن أمامك إلا أن تقول له هذا زمانك يا مهازل فامراحي قد عد كلب الصيد في الفرسان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام مرسلين أهلاً لكم مشاهدين في كل مكان والأهل ينتخب عايز أتكلم حراكو في حاجة مهمة جداً وحاجة بتخص الأمة كلها تخص مصرنا تخص الشرق الأوسط تخص كل العالم التنمية والشجال الدم الدولة بتتحدث عن التنمية وتتحدث عن التطوير وتتحدث عن التقدم إلى الأمان ودائماً وأبداً لا نفصل للدولة عن النادي الأهل نادي الأهل كويس ملتخب مصر كويس مؤسسة النادي الأهل قوية تؤثر بشدة على الدولة الشباب هم اللي هيعملو لك التنمية الشباب هم اللي هيعملو لك التطوير الشباب هم المحرك الرئيسي لأي سراتيجية سواء أنت عايزها تكون نموذج إيجابي أو سلبي إذن دعمك للشباب وتوجيهك لهم هو اللي هيخليك تاخد الثمار اللي أنت بتفكر فيه أكلم مع حضراتكم وإحنا حتى في هدية الأثناء بنعيش أوقات إلى حد ما ممكن تكون صعبة وشوفنا اللي حدث في سيناء ولكن اللي حدث في سيناء بيتكلم على التنمية إذن تنمية الشباب ودور الشباب هو اللي هيبقى مؤثر وإيجابي في أي حاجة أنت بتعمل هأخذ حضراتكم من نادي الأهل نادي القرن اللي من 110 سنة وحتى الآن ودور الشباب هو المؤثر في قيام هذا الكيان الكبير كيان النادي الأهلي والأهل فوق الجميع وقيم ومبادئ النادي الأهلي من أجيال وراء أجيال على مدار السنين من أول عمر بيك لطفي وسعد باشا زغلول وأمير الشعلاء أحمد شوقي وحتى آخر مجلس إدارة للنادي الأهلي يتوارت الأجيال قيم ومبادئ النادي الأهلي إذن جماعة الأممية عندها شباب كتير إزاي تدفع هؤلاء الشباب إن يكونوا محول أداء إيجابي ونموذجي لقيمة وكيان النادي الأهلي إزاي تطور من مهارتهم إزاي تطور من أسالبهم إزاي تحرك توجههم في شيء إيجابي يدعم هذا الكيان الكبير جماعة الأممية في النادي الأهلي شبابهم محتاجين العديد والعديد من التجارب وأنا بصفتي واحد من الشباب أدعم دائما وأبدا الشباب لأن اللي أنت بتجنيه مع الشباب هو اللي هتجنيه بعد كده كل رموز النادي الأهلي تيجي تتكلم معهم يقولك وإحنا صغيرين النموذج الفلاني علمنا كذا كابتن كذا وكابتن كذا علمنا كذا الرمز الفلاني علمنا كذا طبعا أنا بتكلم على سبيل المثال الكل يتحدث عن الكابتن صالح سجين تعلمنا منه هكذا وهكذا الكل يتحدث عن الفريق مرتجي تعلمنا منه هكذا وهكذا الكل يتحدث عن الجميع الجميع كابتن حسن حمدي تعلمنا منه هكذا وهكذا المهندس محمود طاهر تعلمنا منه هكذا وهكذا إذن الكل يتعلم من الرموز والرموز هي من تعلم الشباب شباب النادي الأهلي هو القادر على تطوير النادي الأهلي والمضي به قدما إلى أبعد الحدود ويعود مرة تانية الأكتر تكويد في العالم يعود مرة تانية الأكتر تحضر في العالم نادي الأهلي هو أفضل نادي في مصر أنا بقول يعود ده مش معنى أنه هو راحت منه أنا أبحث عن الاستمرارية والاستمرارية تأتي من الشباب الفريق مرتجي رجل الحرب وكرة القدم يعد الفريق عبد المحسن كامل مرتجي واحدا من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر في القرن العشرين وفضلا عن دوره في خدمة الجيش المصري في أوقات هي الأصعب في تاريخنا المعاصر إلا أنه أيضا توج مسيرة حياته بخدمة النادي الأهلي الأعرق عربيا وأفريقيا بدأت ولايته الأولى عام 1965 وحتى حرب عام 1967 ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخرى عام 1971 ليقود مرحلة من أهم وأصعب المراحل في تاريخ النادي الأهلي والتي واجهت فيها الرياضة المصرية بصفة عامة عقبات كثيرة إبان فترة الحرب وقاد الفريق مرتجي عودة النادي الأهلي لطريق البطولات بعد غياب درع الدور العام لمدة 13 عاما عن القلعة الحمراء وشهد عهد انطلاق غيل السبعينات الذهبي الذي مثل أحد أفضل مراحل كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي وشهد عهد الفريق مرتجي مشاركة الأهلي لأول مرة في بطولة أفريقيا عام 1976 كما تضمنت إنجازاته القيام بأول خطوة جادة نحو بناء مقر جديد للنادي الأهلي في مدينة ناصر اشتركوا في القناة